موسيقى السلام عليكم أبنائي طلاب الصف الرابع أسعد الله أوقاتكم بكل خير ونلتق اليوم بدرس جديد ضمن سلسلة دروس الصف الرابع لمادة العلوم وعنوان درسنا لليوم تكيف النباتات مع بيئتها أخذنا في الدرس السابق أن التكيف هو قدرة الكائن الحي على العيش في بيئته بسبب وجود صفات خاصة تميز جسمه وفي الصفوف السابقة أخذنا عن أجزاء النبات وهي الجزر الساق الأوراق الزهرة الثمار التكيف عند النباتات سوف نتعرف اليوم عن تكيف النباتات في بيئة الغابات عن تكيف النباتات في البيئة الصحراوية عن تكيف النباتات في بيئة المزارع عن تكيف النباتات في البيئة المائية وسنبدأ الآن في بيئة الغابات بيئة الغابة وهي بيئة غنية بالماء لذلك فهي متنوعة كالأشجار والشجيرات التكيفات مع هذه البيئة أخصان أشجار الغابة طويلة ومتفرعة سعيا وراء الضوء أوراقها كثيفة مثل الصنوبري والسنديان أما الآن البيئة الصحراوية وهي بيئة تفتقر إلى الماء أهم نباتتها الصبار والشيح والعقول إذن هي عكس بيئة الغابات صفاتها أوراقها رفيعة أبرية لتقلل من فقد الماء سوق النباتات الصحراوية منتفخة لتخزن الماء فيها جزورها كثيرة الفروع لتحصل على الماء الشحيحة جدا أما الآن بيئة المزارع هي نباتات عشبية صغيرة تشكل غطاء نباتي تتنوع البيئات في بيئة المزارع بسبب بفرة المياه المناخ متنوع ومناسب للنمو أنواع مختلفة من النباتات مثل الخضروات والفواكه البيئة المائية تعيش بعض النباتات في البيئة المائية فنباتي الإيلوديا يعيش مغمورا في الماء وهو صغير وأوراقه صغيرة ساقه رفيعة ولينا جذوره ضعيفة قليلة التفرع نبات عدس الماء يعيش طافيا على سطح الماء ويمكن مشاهدة هذا النبات على سطح المياه الراكدة كالبراك صفات البيئة المائية خضراء اللون تمتص الماء من جميع أجزاء جسمها كما تقوم بعملية التركيب الضوئي وتغني الماء بالأكسوجين الضروري للأحياء المائية التقويم املأ الفراغ بالكلمات المناسبة من الأمثلة عن نباتات الغابات هيا يا أبناء عطوني مثال نعم أحسنتم الصنهبر ممتاز من مميزات الغابات ما هي مميزات الغابات يا أبنائي أحسنتم إذن غنيا بالماء تتميز الصحاري بأنها تفتقر إلى ماذا تفتقر رنبيئة الصحراوية نعم إلى الماء بارك الله بكم عل الميلي جذور نباتات الصحراء كثيرة الفروع هيا يا أبنائي نعم أحسنتم لكي تحصل على الماء القليل الموجود بالتربة إلى هنا أبناء الطلاب وقد انتهى درسنا لليوم إلى اللقاء في درسين جديد إن شاء الله